تارك الفنان الشيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون في معرض الفن المعاصر الأبد هو الآن الذي يقام في صحراء هرامات الجيزة في جمهورية مصر العربية ويهدف إلى ربط حضارة مصر القديمة بالفن والخيال والإبداع واستوحى الشيخ راشد فكرة عمله من قصة تاريخية حول وجود متاهة كبيرة تحت الصحراء الهرامات وما زالت لغزا يحير العلماء والباحثين حيث لم يتم التوصل حتى اليوم إلى ما يثبت وجودها رغم الرسومات والخرائط التوضيحية لها في الكتب القديمة أعلنت هيئة البحرين للثقافة والأثار فتح باب المشاركة في المعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته الخمسين والذي سيقام مطلع العام المقبل كما تحتفي الهيئة بليوبيل الذهبي للمعرض الذي يعتبر وجهة أساسية للفنون التشكيلية والبصرية في مملكة البحرين ويحظى باهتمام الفنانين والجمهور والنقاد من داخل البحرين وخارجها هذا ودعت الهيئة كافة الفنانين البحرينين والمقيمين في المملكة للمشاركة في المعرض حيث يشترط أن لا تقل أعمار المتقدمين عن 18 عاما وأن يتم تقديم المشاركات في موعد أخصى في العاشر من ديسمبر عام 2023 اختتمت في المملكة العربية السعودية النسخة الثانية من مهرجان أجا وسلمة التي أطلقتها وزارة الثقافة السعودية وشهد المهرجان تحديثا كبيرا وتفعيلات مميزة بهدف إيجاد تجربة فريدة تعكس الثقافة المحلية في منطقة حائل والفنون الصحراوية من مختلف أنحاء العالم هذا وحقق المهرجان أهدافه في إحياء الفنون التقليدية والتراثية المرتبطة بالجبالين المشهورين أجا وسلمة وعكس تصميم المهرجان الطابع الحديث والتجريدي مما يروي قصة ثقافية للزوار من خلال تمثيل تضاريس الجبال قدم المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية رحلة ثقافية وتفاعلية عبر فعالية باص الحرفي صلط فيها الضوء على الحرفيين والحرف التقليدية التي تتميز بها مناطق المملكة العربية السعودية الغنية بالتراث عاش هذه التجربة ما يقارب 12 ألف زائر من مختلف الفئات العمرية مروا عبر الباص بتجارب الحرف اليدوية والفنون التقليدية الخاصة من منطقة الغربية ثم إلى المناطق الجنوبية والمنطقة الشرقية استطاع الفنان السعودي عبد الرحمن الشاهد من تحويل الخط العربي من مجرد حبر على ورق إلى لوحات فنية بديعة ترسم صورة فنية متكاملة في أذهان كل من يشاهدها محتفظا برصيده على مراتب الريادة في العديد من المسابقات والمحافل الفنية الخاصة بفن الخط العربي من شعاب مكة المكرمة ومن قلب الحرم المكي انطلق الخطاط عبد الرحمن الشاهد جامعا بين فنون الخط العربي والهندسة المعمارية مشاركا بإبداعاته القطية في العديد من المعارض الفنية في المملكة والعالم فكرة العمل أنه بعد جمع الأحرف المقطعة الموجودة في القرآن الكريم وهذا رأيت طبعا أحد العلماء قالوا أنا تبنيته أني أظهر بصريا في العمل بعد جمع هذه الأحرف وحذف الأحرف المتشابهة منها تنتج عندنا أو يتبقى عندنا 14 حرف فقط هذه الأربع عشر حرف لما نرتبها حسب ترتيب نزول المصحف تنتج جملة الجملة هي نص حكيم له سر قاطع سيبقى الخط العربي شامخا محفوظا بحفظ القرآن الكريم يسر جماله الناظرين في كل وقت وحين نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية جلسة حوارية ثقافية حول التعامل مع الكوارث الطبيعية بهدف تفعيل الإنذار المبكر للمؤسسات الحكومية قبل حدوث الكوارث الطبيعية وتوطين تعاون الشراكات بين مؤسسات الدولة والمساهمة في تعزيز وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لذلك والاتفاقيات الدولية المعنية لحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية ودورها في المجتمعات المحلية